وأنا ذكرت مراراً للإخوة شيء مهماً يا إخوة احرص على أن تكون أول من يغرس في ابنك وفي بنتك الخير لأنك ستؤجر ما عاش ولذلك دائماً أنا أوصي أقول احرص قبل المعلم قبل معلم التحفيظ وقبل معلم المدرسة أن تحفظ ابنك الفاتحة احرص على أن تفوز أنت بتحفيظ ابنك الفاتحة لأنه كلما صلى ستؤجر كلما قرأ الفاتحة ستؤجر فلماذا تترك هذا الخير لغيرك؟ من الصغر احرص على أن تعلمه الفاتحة تغرس فيه هذا وتحفظه قبل المعلم لتفوز بهذا الأجر العظيم